وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 120 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية تم ضبط 67 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 50 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 716 قضية من بينها 83 قضية خبز ناقص الوزن و66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات